بالتوازي مع ما يدور من معارك شريسة على الأرض الأوكرانية تدور معركة من نوع آخر بين موسكو والغرب مكانها أرويقة مجلس الأمن فبعد تأجيل الجلسة مرتين يصوت المجلس على مشروع قرار صاغته روسيا بشأن وصول المساعدة وحماية المدنيين في أوكرانيا خطوة روسية أغضبت الدول الغربية بسبب أن مشروع القرار لا يدعو لإنهاء القتال أو سحب القوات الروسية كما أنه لا يدعو للمحاسبة أو يقر أصلاً بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ويبدو أن موسكو لن تحصل على الأصوات التسعة اللازمة في المجلس لتمريض القرار إلى جانب احتمال لجوء الأعضاء الدائمين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى استخدام حق النقد الفيتو مناكفات دبلوماسية دفعت دولاً غربية لطلب جلسة طارئة في مجلس الأمن تسبق جلسة الجمعة على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد معركة مجلس الأمن انسحبت كذلك على الجمعية العامة للأمم المتحدة اذ تجري نقاشات من أجل إتاحة المجال أمام الرئيس الأوكراني فلودي ميرزيلنسكي لمخاطبة الجمعية فيما قررت فرنسا والمكسيك إعداد مشروع قرار يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا وعدم عرض نصه على مجلس الأمن حيث يمكن لروسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في مارس استخدام حقها في النقد لإسقاطه اشتركوا في القناة